في رحلة البحث عن محفظة جميلة وبأقل ثمن ممكن يقف عماد صاحب العشي السنوات وقد رست به الأقدام ورفقة عائلته أمام طويلة أحد الباع المتجولين بعد أن عجز والده عن شرائها من المكتبة المتوجدة في حيه لثمنها الباعث نحن نشريهم في الضرد ولا في المعارض ويبيعهم مرخص خلما نشريهم غالين نشري واحد ثلاثة ربعة خلما نشري واحد حكي تشوف المواطن البسيط مسكين رح يعاني ويمشي يحوص اللي يبيعه في بره في الأرض يحوص يشوف لو كان احتاجها قديمة ويشريها باش ينقش فيها مصرف على رحوك في الوقت الذي ارتفعت فيه بورسة الأدوات المدرسية أصبحت هذه الطويلة المنتشرة ملاذا لكل الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف اقتناء الأدوات المدرسية بأسعار مرتفعة جونا غير زوالة اللي ما عندهم جدارهم يجوا والطواب اللي هنا نحطين بس كل مكاتب بامي بيعوا دوك غالين دوك هم الزاوالي اللي عنده خمس دلالي زعمل عنده خمس دلالي ما يقدش يشري في المكتاب عندهم لستدكبار كي تشوفين بيعوا دوزانة مسيد بره ما خدموا مع الزاوالي بسكو كان مساكن لي ما يقدرواش يدخلوا مكتابة ويشيروا بسكو كان بون لي بير زيادة تعم كتابة زيادة مع كل موسم دراسي جديد تعيش العائلات من ذوي الدخل المحدود كابوس ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية مما يشعلها في بحث دائم للظفر ولو بأقلها